مرحبا الله وبركاته الصباح الخير على الجميع جايب لكم تطبيق جديد في متجر الجوجل بلاي برنامج لجميع اجهزة الاندرويد وقريبا ان شاء الله حينزل للأيفون البرنامج جدا جميل وتقدر تستفيد منه باكثر من طريقة فكرة البرنامج انك ترسل رسائل على الواتس اب بدون تخزين رقم اللي انت بترسله مو بس كده تقدر ترسل رسالة الرقم واحد او لعدة ارقام او تسويها مجموعات وترسلها دفعة واحدة طيب خلينا الان نتعرف على اعدادات السريعة والواضحة في البرنامج نفسه طيب هذه هي واجهة التطبيق عندك الخيارات بالاعلى فردية او جماعية او مجموعات يعني لو انت حابب ترسل رسالة لرقم واحد جماعية لعدة ارقام مجموعات تقدر تسوي مجموعات وترسل لهم دفعة واحدة ومن هنا الاعدادات اللي هي اللغة وغيره وهنا الشروط لبرنامج وتواصل لو انت عندك اي مشكلة او اقتراح للمطور تقدر ترسلها مباشرة طيب لو جينا عند اول خانة اللي هي خانة فردية من هنا هتختار بلدك هنا مكتوب سعودية تقدر تختار اي بلد وهو مباشرة بيحط لك مفتاح الدولة بدون اي مشاكل طبعا كل اللي عليك هي خطوتين فقط لا غير بتسجل الرقم بدون الصفر الاول وبعدها بتدخل الرسالة اللي انت حابب ترسلها طيب كمثال بسيط سجلنا الرقم بدون صفر وهنا كتبنا رسالتنا بعدها كل علينا بنسويه نضغط على ارسال مباشرة بيفتح لك الواتساب على الرقم وبدون تخزين الرقم وبترسله اللي تبغاه من هنا ولو حابين نرسل رسالة الاكثر من الرقم وكلهم هم مخزنين مثلا عندي او حتى لو كانوا مخزنين هنروح الى خيار جماعية وهنكتب الارقام طبعا نكتب الارقام بدون الصفر الاول وايضا بدون مفتاح الدولة يعني مباشرة خمسة ستة والى اخر ونفصل بينهم بهذه الفاصلة بهذا الشكل خلينا نجربها مع بعض يعني مثلا كتبنا هذا رقم جوال بدون الصفر الاول وبدون المفتاح بعدين نحط الفاصلة وايضا نحط الرقم الثاني ونحط الفاصلة وبهذا الشكل نكتب ارقام الجوالات الى ما لا نهاية بعدها هنضغط على تفعيل نكتب رسالتنا ونضغط على رسائل جماعية طيب ميزة المجموعات تقدر تسوي مجموعات مؤلفة من مليون رقم ما عندك اي مشكلة الى ما لنهاية مثلا تفيد اولياء الامور في المدارس تفيد المدرسين تفيد ناس كثير بدل ما تخزن ارقام عندك بالجوال وتندمج مع اسمائك والى اخره ممكن تخزن مثلا اولياء الامور عندك انت كمدرس او انت كسائق يعني انت على حسب احتياجك للبرنامج انت هتعرف اشيء مهنتك اللي هتحتاج هذا البرنامج فممكن مثلا تسمي المجموعة الف المجموعة با مجموعة مدرسة الفلانية الى اخره وتكتب الارقام كاملة وتسوي لها حفظ يصير يصير بعد كده ترسلها لهم بضغطة زر وحدة تختار المجموعات وهو بيرسلك الرسائل مباشرة لهم وبكده يكون ما اختلطت ارقام الناس عندك او انك مخزنهم بجوالك لتحميل التطبيق ارفع الشاشة الى فوق وان شاء الله الايفون قريبا